خليني شفت الماتش مبارح؟ شفت الماتش بس كان عندي كده يعني كزا زيارة يعني ما ركزتش فيه لا يعني اهلو مبروك طيب يا بقى مبروك علينا حقالتين مبروك علينا طيب ايه رأيك في موضوع انا خلص الماتش ونعمل صورة؟ والله بس انا انا يعني 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 الحظ هو مبارح كده كنت في زيارة في المستشفى وبعدين عازق مهمة فضلت الحالي سبع ساعات في الشارع يعني ان كنت رايح من المؤطم للمعادي الحلوان اللي رجعت يعني انا ما شفتش بني ادم في الشارع فانا روحت البيت فتحت السوشيال كده لقيت ثورة جميلة يعني ثورة من نوع جديد ثورة طحفة الالكترونية انا ما شفتش حاجة في الواقع بس لقى مظهرات والشارع مقفولة والكباري مقفولة حاجة تضحك فقعت يعني دي دي حاجة جديدة جدا على المصريين يعني يعني احنا كنا بنشوف الثورة دي مسلا يعني في تلاتين ستة مسلا عشان تبعز تروح ميدان التحرير من كتر تضفك الشعب في الشارع كنت تتركن في الزمالك مسلا صح؟ وتمشي وتمشي على رجلك من عند الاوبرا وتخش من كبه اصر النيلو ده ثورة يعني شكل ثورة انما دي حاجة الالكترونية جميلة او يعني هيا مضحكة كمان يعني يعني الموضوع على بمعان دي لا وتعطل المصالح اليومية بقى الاوتوبيسات مش شغلة مش عارفة تتحرك سوئين التاكسي خايفين على عربياتهم اه مفيش ماتشاط مش مش كاس السكر بيتلعب ومهرجان الجونة لا 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 هي هي البلد في وادي ما هو فكرة الساحر يعني الحاوي هو زمان الحاوي ما بيغيرش الواقع يعني ما يجي تشوف حاوي بيموت واحد يقسمه نصين لا ما بيموتوش هو بيتحك عليك بواقع مزيف فهو ده اللي حاصل في الاعلام يعني بالذات اللي انا بيشوفه من مبارح للنهاردة حاجة يعني كوميديا البطل وهمي يعني البطل بتاع الثورة طب عايزين نشيله عناك مسا ونمشي بيمدال التحرير لا ده وهمي لا انزله عشان ترجعوني اه مثلا انزله عشان ترجعوني ده واحد وقف قدام كاميرا ومايك يعني بتلاتة عريفة قاعد ده بقى بطل وهمي بيعرض وصائق وهمية بيحشد ناس وهمية يعني بيحشد متابعين عالسوشيل فهو الموضوع كله الكتروني يعني يخلص في سايبر يعني البطل تخلص الصورة تخلص اي فلا موضوع كوميدي جدا يعني وبعدين احنا هنا في القناة ديت كان عندي برنامج أنا اسمه فشينك اه 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 اي اه اولت لا يوف تأوالك في المدينة او حنتكلم على الفابراكا والفشينك التاللي هتقول لنا واول حلقة سبحان الله يعني قبل ما الحاجات الغريبة اللي بتحصل ديت كنت بتكلم ازاي تقدر تعمل تقرير في شنك من تقرير قناة الجزيرة حتى جبت هما كانوا ساعتها بيحاولوا المحاولات الأخرى بقى اللي هو حاملة الطم من انت مش لوحدك وقال لك من كل عدة في مصر مظاهرات فانا رح تعامل دوت موري الناس والجزيرة اللي هما الجزيرة وأولادها يعني الجزيرة وأولادها محمد حامة ناصر ومعتز مصر ومعتز زبع ويعني هو البي بي سي ضم عليهم اللي وين دون فانا حتى في شنك عرط ده يعني احنا حتى معنا تقرير ممكن نتفرج عليه طيب خلينا نبتدي طيب يلا نبتدي بالتقرير ده نشوف التقرير ونرجع مرة تانية لازالت أحلام المواطن المصري تتوارى خلف أبراج الظلم والقهراء فبعد ثورتين عادت الأمور إلى أسوأ الأحوال أحلام أدمية بسيطة تسقط كل يوم في بئر التهميش والإهمال الفقر والعشوائيات تقضي على أرض الكننة والمشروعات القومية الوهمية مسكنات تطلقها الشكومة بين الحين والآخر لحد إمتى حنبدأ رخص في بلدنا بيوتنا واحد هو مش من حقنا نعيش حياة كريمة الحقيقة حقا مرة لا تعليم لا إسكان ولا حياة أدمية طالقوا بالبشار نقدر الغريب إنما إحنا في بلدنا بنتهان فكم أصبح سعر المواطن المصري في وطنه الآن؟ مفيش أرخص من المصري المستحيل كلمة لا يعرفها المصريون فصافرات الإنذار انطلقت في كل ربع مصر جرس الإنذار الأول من قلب القاهرة الكبرى تعلنوا عن بدء ثورة شعبية جديدة ستحركوا الأخضر واليابس أنا أصدر خايفين لحد أمتى فوقه بقى فوقه اتطمن أنت مش لوحدك دي نوعية أنا لو قاعد في البيت وشفت متنزل في شارع لا لا لو شفت التاريخ ده حتبص في الريموت كده قناة الجزيرة ولا دي أكسترا نيوز دي ولا الجزيرة دي الجزيرة هم ليهم مفردات كده معينة أنا بابقى عارفها يعني هم مزيكة المزيكة والمشاهد اللي هي من حتة عشويات في العالم كله حد قاعد من بيفرز الزبالة في نات شغلانتهم يفرز الزبالة بتو رح جايب ده جنب ده جنب ده مع المزيكة مع الكلام ان دي مسكنات ودي ودي خلاص بياخدك بعيد عن الواقع خلص وتصدقه مع المزيكة مع الصورة والناس نزلت في كل حتة في الشارع والطمن والصفافير بتاعله في كل حتة في مصر طبعا دي ناس متصورة على كرومة بقدر عملك مش رحل الناس بقى الكرومة التفصيلة دي عشان هنخش فيها بس هو أصد هي مجموعة أدوات احنا بنستخدمها في شغلانتنا بقدر عايشك في حالة سحر بتاخدك حتى انت لو عايش في واقع جميل جدا حتى لو عايش في مكان مرفع جدا ممكن بتأرير زي ده ادخلك في السواد ده وعايشك فيه تزييف الوعي تزييف الوعي مع الالحاح والزن بتاع القنوات التانية دي بيزيفه فعلا يعني كان ضفنا قبل حضرتك الاستاذ حازم مونير كان بيتكلم على فكرة المسأل المصري الزن على الودان أمر بالسحر ده حقيق ده حقيق طيب احنا معنا الميكينج أو تصوير التقرير ده ازاي تصور عايزين نشوفه وتشرح لنا أكثر نشوف حتة 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 كده نبتدي خطوة خطوة واشرح لنا بقى وإحنا معك طيب ماشي انا هعلق على التقرير على الميكينج بتاع التقرير ده حيب معنا حالا احنا بنصور مع ناس في الشارع تماما كاميرا ميانا هو ايه بيصور بنختار عينات طبعا اللي بيقول كلام حلو ما ناخدوش وده اسم لنا اسلام المصور ده انا عارفه بنبعد الكلام اللي فيه امل ما ناخدوش ناخد حد دي ممثلة ممثلة بأجري يعني حطنا لها قطرة في عينيها هي دي بنحط لها القطرة وهي بتديك المود اللي انت عايزه بالزبط هي ممثلة محترفة يعني هنا بتضحك هنا ده مشروع ممكن نوقف ممكن نرجع خطوة يا شباب دي من تركيا ايوة ده مشروع مجرى العيون هم بي هم بيشيلوا العشويات عشان يرجعوا القاهرة الاسلامية الجديد ده مشروع بتاع المدابخ ايوة نعلو المدابخ كلها برا القاهرة عشان يفضوا القاهرة طبعا عشان ترجع القاهرة زي زمان احنا صورنا في المكان دوت اه هنا دي في تركيا نرجع تاني بعد اذنك يا شباب خلينا مع بعض كده فريم باي فريم زي اللي بتقال برضو هنا دي مشاهيات في تركيا عشويات في تركيا دي حاجة مش من القاهرة اولى من مصر دي هتلاقي على اليوتيوب يعني هتلاقي اكتب كده عشويات تركيا هتلاقي هيطلع لك ده وحاجات تانية كتير يعني تمام عشان اوريك ان انا ممكن الصورة اللي باخدها وفي عشويات في مصر بصعب اقولك انا ممكن يعني بالتأكيد اه بالتأكيد ما يكنش هيبقى في المشروعات لنقل العشوعية اه هنا مسلا جبنا زفة نعم انت هتخش على اليوتيوب لو نرجعنا هتلاقي العنوان عشان تتأكد بس اه على الصورة الفريم بتاع اليوتيوب اللي فات اه دي زفة بلدي اه زفة عفش عروسة بحي شعب اه ده واحدة بتتجوز وده عفشها بيتلي اه بتختار الحتة اللي ما بقاش فيها العفش بين اه وتلاقي ناس خمسمائة ستمائة واحد اللي ماشيين بيزفوا العروسة اه حط عليهم صوت حلل وصفافير وبتاع يبقى بقت خلاص مزهرات زي ده اه اللي احنا حطناها في التقارير ده اللي محطوط في التقارير اه فبيعلي نيرف الحماس بقى عند اللي قاعد في البيت ودي الصورة من البرنامج اللي بيتعمل دي المنتاج ان انا بوريك اهو بغير الصوت بتاعها اه انا بوريك ان انا بغير الصوت بتاعها تمام خلاص هي زفة بلدي تحولت لمزاهرة تمام هنا الناس صورتهم على كرومة بقى اي نهيات كرومة يعني خلفيها زرقة كرومة دي ومشة زرقة او خضرة والي افصل اللي فيدو مش مكتوب عليها حاجة اصلهم اه انا بكت فيها اللي انا عايز اهو بس خلط بقى مرة من قصر نيل مرة من طالعة الحرب اه مرة متجيزة هنشوف اللي بعدها اه اه مرة اه وده ارضو مرة ايه يعني ايه خلاص بقى هو هو بيقول لك كده بس عينيه هنا هنا خلصنا موضوع ان الناس نزلت في الشارع بقى والزفة البلدي دي الناس نزلت في الشارع ده دي السيدة زينة بتقريبا دي بقى تل العقارب ده مشروع تل العقارب تل العقارب اه اه المشروع ده جميل جدا اتنال فيها حاجة يعني تحفة يعني سبته انا بقريك ان انا حتى بزاوية الكاميرا انا ممكن ابعد ابعد عن المشروع ده مش هجيبهولك مش هخليك تشوفه اه بس رح تجايب بيت لسه بترمم جنبها ورح مقعد السيدة الممثلة اه وراها الخراب من زاوية ديئة فانت شايف زبالة بس تمام في المونتاج ده بنقدر نعمله في المونتاج وابتدي اختار بقى نرجع تاني ارجع تاني وابتدي استخدم في المونتاج الانجاز اعمل عليه غلط مش عايزه ما اجيبهوله لكش يعني انا داخل سينة بخمس انفاء ده حلم طبعا انت بتضعي الحلم الصهيوني للابد داخل سينة بخمس انفاء مش هجيبهولك انه ما اجيبلك واحد ماشي جنب اسبال ولا انت عارف تاريخه امتى ممكن يكون ايام مرسي وممكن يكون من قبل ويرح جايب دول يحطوهم جنب بعض المشاهد السوداء ويبعد عن اي مشهد فيه انجاز خلاص نمشي فريم كمان قدام هنمشي كمان هنا في المونتاج بنقدر نعمل دوات ايه فارز هننقي الاهمال وهنسيب الانجاز ما اكيد فيه اهمال في البلد هتلاقي كتير اكيد ما اي دولة فيها جزء فيه سلبيات ما وصلناش للنهاية احنا لسه بطريق احنا بنبتدي بنقول ياهد بنبتدي بنقول ياهد اجيبلك اللقطات ديات بس السودوية تسيطر عليك تمام نشوف توجيه توجيه عن بعض اه فيه تاني شطات بعده بس بريق بقى انا بخش اجهزة الصوت تمام اهه واقدر بستخدم بقى التكنولوجيا الحديثة ديات التوليفة دي كلها اللي هي نصها مزيف خلاص هنا بيتعاد من الاول تاني بزبط انا باجي اسجل مع ناس في الشارع انا عندي قضية بخدمها انا عاوز اخلي الناس يعيش في سواد فبعمل لكاء مع عشر اشخاص فيهم خمسة والنفرد بيحكوا لي عن ازماتهم والحياتهم المعيشية الدايئة طبيعي فيه ناس بترفض ده عنده عزة كده يقولك لا فيه حاجات كويسة اه طبعا احنا شايلين بس هنشيل مع البلد ده اخفيه خالص ماجيبوش اجيب بس اللي بيعاني اجيب حد اختيار بس ده تضليل بالنوع المفروض دي امانة